أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عالد الحشاش أن ما أثير حول اختراق عدد من مواقع الجهات الحكومية هو مضوع قيد البحث من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقال الحشاش للرأي الإلكترونية إن الجهات الأمنية تنسق مع الجهات التي تم التحدث عن اختراق حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على حقيقة الموضوع وما أثير بشأنه ومما يجدر ذكره أن أحد المغردين تطرق إلى اجتماع عقد في الخارج ضم عددا من الهاكرز وتم خلاله عرض محاولات اختراق لمواقع وزارة الداخلية والمالية والدفاع والبنك المركزي وعدد من البنوك الخاصة وشركات النفط